المحلل السياسي دعمه لبعض المنظمات التي مسجرة أنها منظمات رهابية هذا من فترات طويلة ومن سنين طويلة جدا ورصدت على قطر وابلغت فيها قطر ومن سنوات طويلة يعني جماعة الإخوان المسلمين هي جماعة صنفة النهر الرهابية وكانت قطر تحتضر رموز الجماعة في الدوحة وأيضا كانت تدعمهم ماليا وهذا مولا أيضا فيما يخص القاعدة كانت أيضا قطر هي ممر أيضا لأتباع القاعدة حينما يتوجهون إلى أفغانستان في فترة التسعينات أو فترة بعد الألفين إضافة إلى ما حدث مثلا في سوريا تحديدا جبهة النصرة هذا معلن أن قطر هي تقف خلف جبهة النصرة وهي منظمة مسجلة إرهابية هذه البؤرة الإرهابية هي تجمع أو تكون هي مركز جذب للمتطرفين من كل أنحاء العالم ومن ثم ينقلون هذا الفكر لتلك الدول وهو ما حدث في دول أوروبا مثلا ما حدث في فرنسا ما حدث في بلجيكا في كثير من الدول وحتى في بضع الدول الأفريقية من عمليات إرهابية تمت أيضا تمت بهذا الفكر بانتقال هذه الفكر وبهذا الدعم ربما يكون قطر ليس دعما مباشرا لهذه المنظمات لكن الدعم المالي الذي يصل لروس هذه المنظمات هي تقوم أيضا بعملية تمويل تلك المشاريع إرهابية في الدول الأوروبية نعم بعد الكشف عن هذا الوجه الحقيقي لقطر ألا تعتقد أنه بدأ انحسار عملية التمويل ودعم الإرهاب بعد أن تكشفت الحقائق طبعا هذا صحيح وهذا ما لحظناه في الآونة الأخيرة وخاصة أن بعد اتفاق الرياض الشهير واجتماع الإدارة الأمريكية واجتماع الرياض اللي ضم ثلاث قمم وكان هناك اتفاق تحديدا بين دول مجلس التعاون الخليجي وبين الولايات المتحدة الأمريكية يوم بعده أصبح هناك أيضا مطاب لقطر أن تكف قطر عن دعم المنظمات الإرهابية وأن تلبي الشرط الثلاثة عشر وثم قطر ذهبت وأبرمت اتفاقا منفردا مع أمريكا لوقف دعم الإرهاب وهذا دليل أن قطر كانت لديها ملاحظات كثيرة على دعم المنظمات الإرهابية وهذا أيضا ما أعلن ستيف بانون الذي كان أحد أعضاء الإدارة الأمريكية في حوار الله نشر هذا الأسبوع ذكر تحديدا أن قطر هي مهدد أكثر من كوريا الشمالية لأن قطر رصد عليها كثير من الملاحظات لدعم المنظمات الإرهابية سواء كانت القاعدة أو سواء كانت المنظمات الإرهابية الأخرى نعم أعذرنا لضيق الوقت المحلل السياسي زيد بن كمي من لندن شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر